حاجة فوق الخيال حاجة فوق الخيال نهاردة كان فيه أرقام عظيمة جدا من فوز المنتخب السعودي التاريخي على الأرجنتين أرقام نستحق أن نقف أمامها بكل احترام بكل احترام منتخب السعودي أصبح أول منتخب أساوي يسجل هدفين في المنتخب الأرجنتيني بالمونديال على مر التاريخ على مر التاريخ المنتخب السعودي أصبح ثاني منتخب أساوي يحقق الفوز على منتخب من أمريكا الجنوبية في تاريخ كأس العالم بعد طبعا فوز اليابان على كولومبيا في 2018 ومحدش في أسيا كسب الكبار البرازيل والأرجنتين غير المنتخب السعودي زي ما عمل النهاردة وفاز على الأرجنتين المنتخب السعودي قصر سلسلة اللا هزيمة المنتخب الأرجنتين اللي امتدت لكم مباراة بقى 36 مباراة للأرجنتين دون هزيمة اليوم رجالة السعودية كسروا هذا الرقم لا تعالوا لي أنا بقى تعالوا لي أنا أنا لك سابقه طيب أخر هزيمة للأرجنتين كانت من 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 منتخب البرازيلي في 2019 في يوليو 2019 يعني الأرجنتين من يوليو 2019 اتغربت من منتخبين البرازيلي والسعودي أي فخر أي فخر سالم الدسري اللي هو ملك الأرطو في المنطقة العربية كلها الأرطو اللي هي الكرة اللي هي دي كده اللي جواد الحلوة دي اللي بيجيبها سالم الدسري على طول يعني أصبح ثاني لاعب عربي يسجل في أكثر من نسخة بكأس العالم بعد مواطنه سامي الجابر السجل في ثلاث نسخ من المونديال يونيل ميسي أصبح أول لاعب أرجنتيني يسجل في أربع قوص عالم مختلفة متفوقا على مارادونا وباتستوتا ده رقم لليونيل ميسي كده وميسي برضو مع رقم كمان أصبح خامس لاعب يسجل في أربع نسخ مختلفة من كأس العالم عبر التاريخ بعد كريسانونالو وبيليه ومرسلاف كلوزا وزايلر واحد من اللعيبة الكبيرة التاريخية اللي يسجل هدفه الأول في كأس العالم أمام سربيا يوم 16 يونيو 2006 بعد يعني ستلاف وتلاتة يوم سجل اليوم أمام السعودية ليصبح صاحب أطول عدد أيام بين هدفين في المونديال أيضا الأرجنتين تستقبل هدفين لأول مرة منذ 24 مباراة أرقام من هذه المواجهة مواجهة الأرجنتين والسعودية